السلام عليكم ورحمة الله دلوقتي هنكمل صفحة خمسة مع بعض افتح معي كتاب صفحة خمسة معي و حتى لا مفتحك كتاب انت قدامك الفيديو واضح المواقف الى الوحدة المواقف الى الوحدة المواقف الى الوحدة مختبطة جدا بالشرح اللي شرحنا من شوية في الفيديو اللي فقت يقولك تدي موندا انت بتسأل أتونامي صديقك عن سوني جزاما تلك كورو تدي انت تقوله و انت بزاكة يا جماعة و انت بتحيل مواقف انت عامل معها بشوية حرص خليك حريص شوية شاف هنا تشيء وهنا تشيء انت بتسأل انت هتقول انت بتسأل هتقول ايه يبقى هتقول سؤال انت بتسأل صديقك عن تلكورو هتقوله كالي كون دي جزاما ما هو تلكورك طب انت بتسأل صديقك عن تنكره هو قالك المرة دي انت بتسأله هو قالك هيقولك اجابة هيقولك اجابة ايه انت بتسأل صديقك عن مكان المحطة انت بتسأل صديقك عن مكان المحطة انت بتسأل انت هتقوله انت بتسأل هتقوله ايه انت بتسأل هتقول ايه انت بتسأل هتقول اولا جار فين المحطة سلكوا ليه من فضلك طب لو هنا ايه هتبقى جابة تيدي كليل كون كارتية انت بتوصف حيك الحي بتاعك انت هتقول مون كارتية اجران انت بتوصف الحي هتقول حي كبير ابلان داربر ومليان شجر صاحبك بيسألك عن تابوزيسيون موقعك صاحبك بيسألك عن موقعك انت قلت له هو بيسأل انت تقول اه اسف مش موقعك ماليش شفت غلط باسيون صاحبك بيسألك عن الحاجة اللي بتحبها انت قلت له جامة ليرة احب اقرأ ان رواية انت بتوصف صديق لا بتوصف لصديق خلي بالاكم اه مش بتوصف صديق انت بتوصف لصديق ماذا تفعل في الويكاد انت بتوصف هتقول ايه ايه يا جماعة جيم بجني اجلاس بحب زحلة على الجليد تدي موند اتونامي انت بتسأل صديق عن مكان الحفلة انت بتسأل انت هتقول له هتقول له ايه انت بتسأل هتقول له ايه 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 انت بتوصف الحي بتاعك انت بتوصف الحي بتاعك انت تقول الحي بتاعي سيبير رائع انت بتوصف لصديق مكان ما هي اللي هو معناه مكان وامبلاسمو جامبلاسمو معناه مكان لوبيتل انت بتسأل صديق عن مكان المستشفى انت هتقول له اسكروف لوبيتل فين المستشفى طبعا هنا في نقطة ما في شغلة مستفادة انت بتسأل انت هتقول له انت بتحدد هنا لوكاليزيين معناك تحدد انت بتحدد السينما فين لصاحبك انت بتحدد مكان السينما تقول ايه لصاحبك هتقول له السينما امام البوسطة عشان تبحث عن البوسطة عشان تدور عالبوسطة هتقول هتوضح مش هتوصف اه يا جماعة خد اول شارع يمنين حتى الاشارة بودة منديقة لي عشان تسعل عمكان هتقول اول اجار فين المحقة منشى الاكتب بتاعي ملد عيان هشوف ام هشوف مين الفيتريناير الدكتور البيتري صاحبك بيسألك عن مهنتك انت رديك وقلت جسوي ام في الميار انا ممرضة شخص بيسألك عن مهنتك هو قالك شخص بيسأل هو قال الشخص بيسأل هو معلشى الايه دي هنخليها قال لان الشخص لازم مؤنس الشخص بيسألك عن مهنتك هيقول ايه هيقولك كاس كوتيفي انت بتشتغل ايه مفيش حاجة برا شرحي خالص انت بتسأل صاحبك عن مهنتك انت تقوله انت بتسأل صاحبك عن مهنتك انت تقوله ما هي مهنتك؟ خالك كاليلة بروفيسيون دكتور انكل قال ليه دي غلق ماذا يفعل خالي؟ انت بتسأل صاحبك عن مهنتك المصور 2% شخص كي بيكفر رجع صور ولا يلسى مصور ولا يلتقط الصور بروندر هنا معناها يلتقط صور وبالشكل ده شباب نبقى وصلنا لنهاية الواحدة والواحدة والواحدة ما فاش اي حاجة تانية ممكن تقال طيب كمان شوية ونرجع مع بعض التاني نحلم بتحان سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم